من اللعيب اللي مزازانجي في الأهل مصري ومؤثر في حق نفسه صالح جمعة أطبع يعني صالح جمعة ده لو هو اهتم بنفسه هو خلاص خلي بالك هو ممكن يكون الوقت ملتزم ومنضبط بس الانطباع الأولان اتاخد فصعب يشيله يشيله ما ينزل المباراة ويبقى موجود في السحن يبقى ليه دور لكن الوقت الأولان حتى أنا بقى أقول لولادي خلي بالك المدرب بيأخذ الانطباع الأولان لو لقاك ملتزم ومنضبط خلاص حتى لو بعد كده خلاص الصورة جات له الصورة عند صالح جمعة عندنا وعند الناس كلها طبعا هي الصورة لو صارت إيه ولا صارت لسه متعاملش مع صالح جمعة عشان يعرف أنه هو خلاص الصورة الانطباع برضو النادي القلي ماشي والفرقة ماشي هو اللي لازم يحاول يبقى موجود حاول الفرصة يجيله لازم يزبط وجود ويجيله وهو طالما هو ملتزم ومنضبط وأنا قلت لك الانطباع وصالح جمعة ممكن يكون ملتزم الوقت ومنضبط وبتمرن وفي مواعده وما فيش مشاكل بس هي هترجع للصورة الأديمة اللي علينا اللي عنده مين ياسر ريان دلوقتي موجود في الكرة المصرية أنا يعني أنا شايف وليد سليمان وليد سليمان اه طبعا يعني كان وليد دي أحسن مني كمان يعني وليد أحسن مني اه طبعا بس هو عنده نفس المواصفات أنا شايفها فيه شايف وليد سليمان أنا أو هو يعني الاتنين لوليد سريع لعيب كرة كويس أنا بس أنا ما كنت شاشوال بس هو آخر رصال بتاعي عنده الحمية بيغير على النادي الأهلي فيه حاجة كتير أو مواصفات بشايفها انت أسرع ولا هو لا دي صعب مع وليد الله مفيش حدها الحمد لله يعني مش شكرنا في نفسي بس صعب أنا كنت متاخد من أسرع لعيبة في العالم يعني متاخد يعني انت أسرع من صلاح اه طبعا فضل الله خلي بالك فيه سرقتين أسرع من صلاح هو فرصة صلاح طبعا الحتراف دي فرقة معنا فيه فرق بين اللي أنت سريع بالكرة وسريع بدون الكرة اه محمد صلاح سريع بالكرة أنا سريع بدون الكرة في بالك ما هي نقطتين أنا تلعب له كرة من وراء البك لأ أنا أسرع عاظية بلا المكلمة أنا سريع جد صلاح وهو مع الكرة يهو عرفتها إزاي ها عرفتها إزاي إنت أسرع منه أنا بأ لا لأ لأ يعني ياس الرعيان كابتن ياسر ريان أسرع من صراحة عرفتها إزاي؟ أنا بقول لك لا مش أسرع أنا قلت لك إيه؟ أسرع بدون كور هو بالكورة أسرع أنا بدون الكورة أنا أسرع وأنت برضو أكيد بقول لك عملها يعني برضو إحصائية إحصائية استفتاء أنا بقول لك ده إحساسي ممكن يكون إحساسي أو ده إحساس مش لا أنا واثق فيه مش أرقام لا أنا واثق فيه أنت واثق فيه؟ أه طبعا ما حدش أسرع منه؟ لا الحمد لله في مصر كلها؟ ما أعتقدش لأ آه ما جاش حتى في الأجيال أنا أصلا كنت المفروض على معجيلي اللي موجود حاليا ليه؟ الكورة في الزمن كلها عمتا على وصول كلها كوة وسرعة الحمد لله قوة يعني مش كوة اللي أنا طويل لا قوة عندي اللي أنا أقدر التحمل بتاعي عالي والسرعة عندي والمهارة؟ والحمد لله ما أنا بقول لك المهارة موجودة بقى بس أنا بقول لك السرعة الحمد لله يعني أنا ما شفتش أنا هنتمنى اللعيب الحمد لله بالسرعة لكن فيه ممكن لعيبة تلاقيها بالكورة سريعة أنا ما كنتش بالكورة سريعة لكن أنا أقدر أستفاد يعني لو سلوط رمالك لا خلاص صعب وده دليل الحمد لله فيه متشاك كتير جدا في الوقت اللي أنا كنت بلعب فيه كانت اللعيبة نفسها كانت بتعمل لي حساب في الحتة دي بالذات مش مشكلة الناس وأنا معايش الكورة دي الأخطر أعتقد الفنت بتاعك اللي محدش بيعمله غير كهرباء تقريب كهرباء آه يعني هو الوحيد اللي بحس إن فعلا بيعمل الفنت بتاعك بس هو بص خلي بالك الطول ده ممكن يبقى عاقة آه الطول ممكن يبقى عاقة بالضبط يعني يعني أنا قلت لك ليه والدة سليمان أو الناس اللي أو مصطفى فتحي أو أيمن حفني أو الناس دي يعني فيه لعيبة بتبقى موصفاتها الأسر ده أو ما بقاش طويل قوي بتفرق معاه اللي هاتترني والحاجات دي بتفرق معاه كهرباء لعب كواس جدا بس أنا عايز أقوله برضا كواس اللي إنت في ده الموضوع يعني مش كل كلمة توطرني مش كل كلمة الجمهورة طبقية الجمهورة طالب منك حاجات كتير جدا نصيحة يعني آه طبعا ده نصيحة ما تاخدش إيه تنصح لعب في نادي الزمالي أي المشكلة حسنا ده زميل لقيا ولعيب فيه فرق بين الانتماء يا مهيب أنت عزي مني بالضبط النهاردة لا والله